السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم يا شباب كيفكم شو اخباركم مقطع جديد انداون طبعا منساعدكم على المهمات تبعية الستوري قبل ما بلش بهذا المقطع يا شباب لو مو مشتركين بالقناة ياريت تشتركوا بالقناة اهلا وسهلا فيكم بتنوروا وتضغطوا على الجرس واللايك وسووا شير للمقاطع خلي الشباب واصحابكم يستفيدوا ولو عندكم اي استفسارات اي معلومات فيكم تحطونا او بتكون اي معلومات فيكم تحطونا ياها بالتعليقات تحت تدخلوا على الدسكورد رابط الدسكورد موجود في الوصف وان شاء الله من ساعدكم دايما اليوم هنعطيكم كيف هنسوي المهمات المجموعة الرابعة بالشابتر 2 في الستوري طبعا منفوت على الستوري منفوت لهون على المجموعة التانية او على الشابتر 2 ستارت شابتر نحنا سوينا مقاطع شابتر 1 المهمات كلها وشابتر 2 الاولى والتانية والتالتة كلهم هنخلصينهم الحين هنسوي عن الرابع طبعا بتشوفوا انه اغلبية الاشياء ممكن تكون مفتوحة عندكم لما تسوي لها انلوك يعني ممكن اسوي انلوك لهي طلعي اشياء مفتوحة عن طريق انه خلال اللعبكن للعبين خلال الايام اللي فاتت طيب هلا هون هم يقولو لك هم يقولو لك learn scavenger talent وساوي master lock picker طبعا هاي بتكون جيبوها من الرولز هلا برجيكم كيف وهي بدك ساوي كرافت ل lock pick من crafting on the go وهي بتكون تتعلم اربع ثروبل يعني مثل قنابل او شي هلا بخبركم كيف وهي اخر واحدة بس بتكون ساوي كرافت لجينز طيب اول شي learn scavenger طبعا منروح على القائمة هاي منروح على rules من هون من عن طريق الرول منروح على شي اسمه scavenger ومنساوي لها learn هي منساوي لها learn بيفتح عندك الرول تبعية scavenger الاشياء الثانية يلي قالونا نسويها انه نسوي كرافت ل lock pick بتفتحوا على هاي الكرافت على صورة المطرقة بتنزلوا لتحت حتى تلاقوا صورة في هاد وفي هاد بتختاروا انتو اللي حسب ما مكتوب منكم في المهمة حسب الليفل وحسب وين مواصلون بالقصة وبتساولوا كرافت طبعا فيكن تساولوا هادا كرافت حاليا تمام وهيك منكون خلصنا المهمة الثانية المهمة الثالثة انكن تفتحوا throwable او throwing skills كمان نفس الشي من هاي القائمة بتروحوا على skills في عندكن هدلون ثلاثة نحنا حاليا بدنا throw وبتكن تفتحوا ثلاث وحدات من هدلون تساولون unlock تمام بتكن مش تطوروا بيكون عليهم في افل lock مثل هاي وتفتحوا منهم ثلاثة وبنكون خلصنا المهمة الثالثة واخر شي المهمة الرابعة قالوا لنا بدنا نساوي الكرافت للبنترون الجينز بتروحوا على هاي الماكينة ماكينة الworkbench تبعية الاسلحة بتضغطوا على كرافت بتساوي كرافت كرافت هتكون المهمات الأربعة جاهزين وخلصنا القسم الرابع في الشابتر 4 في الشابتر 2 تمام هاي خلصنا مننا منروح لهون حتى ناخد الجوائز تبعيتنا منروح على الادفانس ترينينج شابتر 2 خلصنا هون كل اياتهم منقدر هلا ناخد الهدايا تبعيتهم ومثل المو شايفين في اللي بعدها فاتحين لي منهم الاشياء يعني اشياء بتجيك انتو عم تلعب اللعبة فتحوا لي اتنتين وباقي اتنتين ان شاء الله بساوي لكم مقطع تاني على هادلون المهمات وان شاء الله تكونوا استفدتوا يا شباب لا تنسوا المتابعة او السبسكرايب بالقناة والشير واللايك والديسكورد موجود في الديسكريبشن اهلا وسهلا فيكن ونشوفكم بالمقطع القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته